تحكيم المصري تحكيم المصري وده تصريح ممكن يخلي ناس تختلف معايا ويخلي ناس تزعل مني ولكن والله العظيم والله العظيم دي قناعاتي الشخصية الحكم المصري كفاءة كبيرة جدا جدا وهو دائما وابدا مظلوم الحكم المصري دائما وابدا مظلوم واحد يقول لي انت جبتها منين دي انت ما شفتش الخطأ الفلاني انت ما شفتش الخطأ العلاني انت ما شفتش كابتن سمير عثمان قال ايه انت ما شفتش كابتن احمد شناو قال ايه انا شفته شفت كابتن سمير عثمان قال ايه وشفت كابتن احمد شناو قال ايه وانا شفت الاقطات بنفسي واختلفنا في الاقطات وكابتن سمير عثمان كان حكم وكابتن احمد شناو كان حكم واخدوا قرارات كتيرة وتقلقوا فوقات كتيرة وفي أوقات كتيرة كانوا غير موفقين في بعض الأوقات عادي الحكم في الآخر يا جماعة بني آدم بني آدم عادي زينا يخطئ أنا وأنا على الهوى ساعة أقول خبر الناس تتقبل وساعة في يوم الناس ما تتقبلش الناس تنتقدني في خبر معنى كده أن أنا حكم وحش وبعدين بقيت أنا على تصريحات الحكم النهاردة غير موفق أنا مش عارفه أي حد من أي جهاز من أي جهاز فني بس أنا متأكد أنه ما يقصدش ومتأكد أنه هو راجل كويس ونظيف إيه دي؟ يعني إيه حذراك متأكد أنه ما يقصدش وحركت متأكد أنه هو راجل كويس هو راجل كويس الحكام المصريين اسم 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 ناس محترمة جدا وناس كلها مسكة مراكز كبيرة جدا وناس عندها من العدل من العدل الكبير جدا 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 حتى لو فيه أخطاء أنا لين نهاردة قررت أن أدافع عن التحكيم بالشكل ده أو أتكلم كده بسبب اللقطة النهاردة لقطة مباراة الأهل النهاردة وسراميكا أنا كنت أعبت فرق مع عشر تنفار أخذنا فيها ثمان قرارات ثمان قرارات افصايد مش افصايد افصايد مش افصايد جيت القناة امتعد مع عشر تانين أخذنا عشرين قرار مش عارفين أنا مش عارف أوصل فيها لحاجة لحتى ما عدت سمعت الكابتن سمير سمعت الكابتن أحمد شنا وسمعت الناس أقل مختصة إذن ده بيوديني للنقطة في حالات في التحكيم صعبة صعبة والقرار قرار بشر إذن الحكم المصري دائما وأبدا مظلوم فرفقا بالحكم المصري والأجهزة الفنية لازم تغير السيستم والناس لازم تغير طريقتها دي وجهة نظري لوجه الله تعالى ومع هذا